تبصير الأنام ببعض أحكام الصيام نتكلم اليوم بإذن الله عز وجل عن كيفية إثبات شهر رمضان إخواني بعض الدول تثبت الآن الشهر على حساب الفلكي وهذا غير صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر عندنا هكذا وهكذا يعني سوى عشرين أو ثلاثين فقال عليه الصلاة والسلام سوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته نصوم للرؤية ونفطروا للرؤية طبعا لو رؤية الهلال بواسطة الأجهزة المتطورة اليوم فلا بأس بذلك أهم أن يرى الهلال قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأتم ثلاثين يوما إن غم عليكم فأتم ثلاثين يوما فإن شهد شاهداني مستماني فصوموا وأفطروا فصوموا وأفطروا إذن إخواني الأصل أنه إذا شهد شاهدي عدل في إثبات الصيام نصوم وإن شهداء في إثبات الفطر نفطر لكن جاءنا حديث آخر يقيد هذا الحديث أنه لو شهد شاهد واحد عدل بدخول شهد الصيام نصوم فعن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلالة أخذوا يترقبون الهلال قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وأمر الناس بصيامه إذن الرؤية إذا رأي هلالة واحد هلالة دخول شهي رمضان يصوم الإمام ويصوم الناس بشهادة عدل واحد أما الفطر فلا يثبت إلا بشهادة شاهدي عدل نعم وعلى من يجب الصيام يجب الصيام كما نعلم جميعا إخواني على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس أما عدم وجوبه على غير العاقل البالغي فلقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجدون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ويستحب إخواني بالنسبة للأولاد الصغار لون السن البلوغ يستحب لأوليائهم أن يعوضوهم على الصيام حتى ما يجدونه صعبا إذا صاموا فجأة عند البلوغ فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعوضون صبيانهم على الصيام وكان الصبيان أحيانا يبكون من الجوع فتأتيهم نساء الصحابة ببعض اللعب يتسلوا بها حتى ينسوا جوعهم ويتموا صومهم فيستحبوا أن نعوض صبياننا وبناتنا على الصيام وهنا صغار ما استطاعوا ذلك نعم إخواني قال أما عدم وجوبه على غير الصحيح المقيم فلقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر فإن صام المريض والمسافر أجزأهما لأن إباحة الفطر لهما رخصة مسافر وجد في نفسه قوة ونشاط ولا يوجد مشقة في سفره فصام فلا بأس بذلك كذلك المريض إن وجد أن الصوم لا يؤثر على مرضه وصام أجزأه أيضا نعم فعن أبي سعير الخضري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم منهم من صام ومنهم من أفطر بحسب قوة كل واحد منهم نعم قال يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعف فأفطر فإن ذلك حسن نعم إخواني بارك الله فيكم الآن إخواني في عندنا مسألة وهي ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يلجى برؤه هذا إن شاء الله نتكلم عليه في اللقاء الذي سيكون بعد هذا اللقاء ونتكلم عن أحكام الحبلة والمرضع مع الصيام أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة